والفيوزة دي بقى استخدمتها في ملف سري مع هاني سلامة؟ لا اللي كانت مع أستاذ هاني سلامة كانت في ظهره بس هو برضو أستاذ هاني سلامة فنان يعني روكي جدا وشاطر في الأكشن كمان فهو قلبه كويس في الأكشن قلبه جامد آه قوي يعني في الأكشن قوي جدا آه فبيساعدك يعني الفنان لما يبقى كده بيساعدك ان انت تقدر تديله أكتر في الاسباشر افكت طب هل ممكن لما يبقى دي ده ده المشهد بتاع ملف سري مع هاني سلامة اه احنا عيبان عندنا في الميكينج هنا الطلقة بقى وال المفروض ان هو بيخش فبيحاول ينقذ ودخول دلوقتي كده اشرح ماشا ايوه خد وقتك ومبسط وبتخش سوزة امينة بن احمد بتخش بس هو بياخد الفيوزة في ظهره الفكرة بقى كمان في الفيوزة الدم ديت ان في دلوقتي بقت انا يعني انا مثلا ككرام المصري عامل حاجة في الفيوزة الدم ديت اللي هي في طلقة 9 ملي دخولها الجسم غير الطلقة 672 اللي هي بتاعت القالي طبعا غير الطلقة البتعدد الكبيرة لأن الصبوسة كل واحدة وليها مقاس في الجسم صح غير الطلقة الخرطوش اللي هي اللي بتفتح في الجسم بتفتح لأنها بتبقى اه اه فانا عامل دوت برضو بالاضافة للفيوزة اللي تحت الجلد برضو ان في لفلز للفيوزة في الجسم ازاي تقدر تدي كل شكل فيوزة كل طلقة حسب الطبنجة يعني مثلا اقول له حضراتك الحاجة انا ممكن اضرب حضراتك دلوقتي مثلا طلقة من على البعد دوت طلقة لما اضرب من قريب كده ساعات لما بقرب قوي لازم يبقى فيه دخول وخروق طبعا لما ببعد بيبقى اصابة بس لما اضرب بقالي الطلقة شكلها غير الطلقة طاعت الطبنجة ايه ده بيبقى فيه فروق في العيار لازم فروق وفيه فروق في نوعية السلاح نفس ده اللي بيدي جودة للمشهد او اللقطة ان المشاهد بيقدر يصدق المشاهد دلوقتي بقت عينه لماحة بيقدر يبيز بين الفيك بحكم ان الواحد بقى بيشوف كتير في الميديا احنا زمان وحنا صغرين كنا اقولك ده يا عم ايه دلقين علي ازازة شربات ولا ايه مثلا يعني مثلا لون الدم لو حضرتك خدت بالك ان لون الدم ده اللون الدم ده انا مصنعه حقيقي بتجيب نفس الدرجة بنفس الدرجة بالضبط بنفس لزوكة الدم بالضبط لان عين المشاهد دلوقتي بعد التطور والمشاهدات اللي بيشوفها فبقى عينه لماحة بيقدر يشوف اللعب بسرعة فما كنتش هتجيب الزاوية الصحة او الطريقة الصحة او الفيوزة اللي هي شكلها ريل مش هتقدر تبقى المشهد نجح